هل يوجد قانون في العراق؟ بهذا السؤال استهل معهد الدراسات السياسية في واشنطن تقريره عن العراق متحدثا عن شيوع الفوضى واتساع نفوذ الميليشيات التي تتحدى القانون وتهاجم كل من يخالف إرادتها وبحسب التقرير فأنه لا أحد في العراق يجرؤ على إيقاف تلك الميليشيات على الرغم من اعتراف أحد عناصرها عند محاكمته في تشرين الأول الماضي أنه قام بقتل صحفيين بالبصرة وفقا لفتوى خامنئي تقضي بقتل الإعلامين الذين يغطون التظاهرات المناهضة لإيران وميليشيا الحجد ويؤكد التقرير أن الميليشيات باتت صاحبة القرار الأول في العراق وأن فرق الموت التي عاثت في المتظاهرين قتلا وخطفا استخدمت مكتب هيئة ميليشيا الحجد في البصرة للتخطيط لعمليات الاغتيال وإخفاء الأسلحة والسيارات المستخدمة في تلك العمليات على الرغم من تبجح قادتها بأن الحجد مؤسسة حكومية تقع تحت إمرة رئيس الوزراء وكان البرلمان قد صوت في تشرين الثاني من عام 2016 على دمج الحجد في القوات المسلحة الرسمية بدعو احتواء نفوذها المتزايد ورغم ذلك ظلت تلك الميليشيات تتمتع باستقلالية كبيرة وتتحرك وثق الرغبة الإيرانية حسب تصريحات العديد من زعمائها بيد أن القرار البرلماني أعطاها مساحة أوسع للتحرك والسيطرة على الأموال والنفط والموارد الأخرى وزاد من قدرتها على التسلل والاستحواذ على أجزاء من مؤسسات الدولة لا سيما الأمنية منها ويؤكد معهد الدراسات السياسية أن النتيجة لكل ما جرى عقب تشكيل ميليشيا الحجد عام 2014 بحجة محاربة داعش هو شبه دولة لا تخضع لسيطرة الحكومة ولا يمكن أنفاذ القانون عليها رغم توافر الأدلة على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها وتقول منظمة هيومن رايس ووش أن تصاعد ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق سببه نقص الإرادة لدى السلطات القضائية لمحاسبة القتلة وعجز الحكومة الواضح عن فرض إرادتها لشعورها أن تلك الميليشيات قادرة على تخريب كل محاولات محاسبتها بل إن الحكومة عاجزة حتى عن حماية نفسها ولعل استهداف منزل رئيسها مؤخرا خير شاهد على ذلك